مرحبا اليوم يصادف الزكرى السنوية الأولى لرحيل الدكتور محمد شحرور رحمه الله الباحث والفكر الإسلامي التنويري الذي لطالما شكل في وجوده وفي غيابه حالة جدلية استأثر البعض في معارضته لهذه الحالة من خلال تفسيراته ومن خلال تحليلاته في الأمور التي تتعلق بالقرآن الكريم وفي الدين الإسلامي وفي دعوته لإعمال العقل وإعمال التفكير والتمحيص في هذا الدين الذي كان عبر مئات السنين لا بل آلاف السنين عبارة عن كتاب نقرأه اللي هو القرآن الكريم نقرأه في ناس بتفسر عنه في ناس في شي بمخة ما تعرف شو هو تدعو من خلال هذا الدين للقتل وتدعو إلى تكفير الآخر وتصف الناس بالملحدين إذا كانوا مختلفين معهم بالرأي وتحرد بشكل ما على قتل هؤلاء أو زبحهم من خلال تكفيرهم وهذا ما شاهدنا على الأرض وعلى الواقع من خلال دعواتهم الأخيرة للجهاد في الدول الإسلامية والدول العربية واللي بلشنا فيه أن نقتل بعضنا صار الأخ يقتل أخوه صار الجار يقتل جاره وابن البلد يقتل ابن البلد وخربت بلادنا تهجرت شعوبنا وأصبح هناك ملايين من الضحايا وملايين من الضحايا ضحايا هؤلاء المحرضين عبر بعض وسائل الإعلام التي تبس السموم ومنها بعض الوسائل الإعلامية التي يخرج أحدهم أو أكثر من شخص في أحد البرامج لكي يدعو إلى كل ما يسيء إلى الإسلام وكل ما يسيء إلى دين الإسلام ورب العباد وإلى نبي الإسلام وبتلاقي فيه قطيع دائما موجود هذا القطيع لازم يمشي وراءه أنا من خلال هذا الفيديو ما أطلعت حتى أحكي عن مزايا الدكتور محمد شحرور رحمه الله ولا حتى أتحدث عن مزايا أشخاص آخرين يدعموا إلى إعمال العقل وإعمال الفكر الإنساني في فهم هذا الدين الذي لا يدعو إلى القتل ولا يدعو إلى تكفير الآخر ولا إلى استباح الدماء الآخر أنا خرجت لحتى أتحدث عن نقطة جدا مهمة بأنه نحن ضد كل من يسيء إلى الإسلام تحت رأية الإسلام وتحت مسمى الإسلام ومنهم هؤلاء شزاز الآفاق والتافهين والأغبياء والمتخلفين اللي بيخرجوا على إحدى القنوات تحت مسمى أن هن يفضحوا آل ما جاء به الدكتور فلان أو الباحث فلان والباحث علتان ويعني بدون ينشهروا عن طريق هؤلاء الشخصيات أو هذه الشخصيات اللي أصبح لها متابعين بالملايين في دول العالم وخصوصا من فئة الشباب اللي شافوا ضالتن بعد مئات من السنين وآلاف من السنين هذا العقل كان واقف عن العمل لأن هذول لما بيخرج هؤلاء الباحثين اللي يتحدثوا بإعمال العقل وإعمال الفكر نقطعت رزقتن لأن هن رزقتن كانت متوقفة على أنه هناك ناس نحركهم كيف ما بدنا كان عبر وسائل الإعلام في برامج تطلع على أحد القنوات أو من خلال كتابات أو من خلال المنابر في المساجد والجوامع يعني نحن وصلنا للقرن الواحد وعشرين ولسا هناك ناس بهذا التخلف وهذول رح يظلوا موجودين على فكرة بالمقابل هؤلاء الباحثين التنويريين الذين يدعون إلى إعمال العقل وإعمال الفكر في فهم الدين الإسلامي وفهم دين الله وفهم الإنسانية بشكل عام لم يخرج أحدهم لكي يتلفز بكلمة واحدة عن هؤلاء التافهين والمتخلفين وهذا طبيعي لأنهم يتعالوا عن هذه الترهات وأنا في هذا الفيديو ما ذكرت أسماعون وأستطيع أن أسكر أسماعون علما بأنه أنا بحثت وضيعت شوي من وقت بالبحث عن خلفيات الثقافية لهدول الطالعين عن بسيء لهؤلاء المفكرين ما في شيء شو هي خلفياتهم الثقافية مستواهم التحصيل العلمي ما فيه بطلع طبعا هو معروف تفكيره المتخلف بس بيطلع بالبسر البدلة وحالق دقنه وحالق شواربه على أنه هو على أساس مدير نعم هو طالع على يعني يفضح هؤلاء الباحثين على فكرة في قمة القزارة وقمة الحقارة أنك أنت تطلع وتسيء إلى شخص ما أساءل ألك هل تقول أنه أساءل ديني مين أنت حتى تحكم على أنه أنت رأيك وفكرك الديني هو الصح لكل إنسان أن يشتهد طالما هو ما يخوض في مجال الكفر أنا لست بمعرض أن أجادل هؤلاء التافهين لأنه أنت ما فيك تجادل يعني حيط ما فيك تجادل وطائف الدام حيط وتجادل وما فيك بكل الأحوال نحن لن نذكر هؤلاء الأسماء ولا نعطيهم شرف أن نذكر أسماءهم لأنهم أصغر 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 بكثير من أنهم نذكر أسماءهم في فيديوهاتنا وفي حلقاتنا وفي قنواتنا لكن أنا أقول شيء واحد بأنه الطريقة الوحيدة لمحاربة هؤلاء نحن لا ندعو لقتل نحن لسنا دعاة قتل ولسنا دعاة تكفير نحن لا نكفركم ولا ندعو لقتلكون ولا نستبيح دماؤكم بشكل من الأشكال بطريقة منمقة عبر بعض البرامج هذه الطالعة على بعض القنوات المتخلفة بعض القنوات الإرهابية التي تدعو إلى الإرهاب نحن لا نخرج من نفعل ذلك نحن الشيء الوحيد الذي نفعله أنه نحن بطريقة جدا سلمية وحضارية سوف نستمر في نشر كل الفيديوهات للدكتور محمد شحرور والدكتور علي منصور كيالي والدكتور عدنان إبراهيم ولكثير من الشخصيات التي تحارب جهلكم وتحارب تخلفكم بالعقل وبالفكر نحن لا نصبح مستهزئ كما أنتم تتبعوا هذه الطريقة الحقيرة سوف نستمر بنشرة الذي يظهر الإسلام الحقيقي إسلام التسامح دين التسامح الدين الحضاري الدين الذي لا يدعو إلى القتل والذي لا يكفر الآخر هذه هي طريقتنا نحن الناس الحضاريين وهذه الأفكار الحضارية ليست أفكاركم الملوسة أفكاركم القاتلة ولا تدعو إلى القتل أعود وأترحم على الدكتور محمد شحرور وأدعو كل الناس المحبين لفكر هذا الدكتور ولما جاء به هذا الدكتور بأن يملأ الدنيا كلها وكل مواقع التواصل الاجتماعي وينما كانوا موجودين يملأوا فيديوهاته وأفكاره وينشروها لأنها أفكار تدعو إلى الإسلام الحقيقي الذي لا يشبه إسلامهم والذي لا يشبه دينهم تحياتي لكم جميعا ترجمة نانسي قنقر